شيخ دعني أتحدث معك بصراحة كان أجدادنا يتحدثون ويروون لنا حكايات عن الحج وأما بعد أداء المناسك يحملون حاجاتهم على الجمال كان كثير من هذه الحكايات أنهم يحجون على الجمال أو السفن كانوا بعد أداء الحج مباشرة يذهبون إلى المسجد الأقصى يتبركون بالمسجد الأقصى وتعظيما وتشريفا هل ترى أن انقطاع الزيارة قطع المسلمين صلتهم بالأقصى يعني كان القضية الأقصى تعيش في وجدان كل مسلم وما زالت تعيش في وجدان لكن انقطاع حبل الصلة بالمسلمين بالمسجد الأقصى بحق تحريم التطبيع هل هذا الأمر يعني يؤثر سلبا أم إيجابا أخي إحنا لو رجعنا لأساس الموضوع أو أساس الفتوى التي صدرت من اتحاد العالمي من هيئة علامة الصين بتحريم الزيارة لأنها من باب درء المفاسد مقدم على جلب المنافع فيه هناك مشروع اسمي ياروم زاموش قدم مشروع في الستة وتسعين لنير بركات اسمه قديمه أورشالاي هذا المشروع يقول هدم المدرسة التنكزية اللي تعتبر الجهاد الشمالي المدرسة التنكزية وهنا تلة المغاربة ما بينهما حاط البوراك يقول هدم المدرسة التنكزية وبناء كدس النور هذا الكدس النور ثلاث أدوار الدور الأول هيكون فيه 397 دورة مياه يعني ضخم جدا يقول ليس هناك مانع أن يجلس في المسلم والنصراني واليهودي على أن تكون السيادة لليهود وبعدها دعا للزيارة ومن زاره بعد ذلك زاره عالماني من دولتين عربيتين فقالت الصحف بعد ذلك زيارة هؤلاء العلماء ودخولهم من باب المغاربة تحت سمع اليهود هو اعتراف من العالم الإسلامي بيهودية الكدس سلام الزيارة دعا اليهود الآن هم يريدوا السياسيين والعلماء ولا يريدوا شعوام النسلا حتى لو فتح المجال لن يسمحوا الآن لا نحن لا نريد التضيع وهذا أمر خط أحمر أنا أقول هذه بداية الموضوع فصدر التحريم بالزيارة الآن الزيارة مفاسدها أكثر من منافعها لأنها كانت نعطي الصق لليهود أما نظرة المسلمين وهمية المجل الأقصى في قلوب الناس الآن لماذا؟